بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإنسان في هذه الحياة لا يعيش على ولا يسير على وتيرة واحدة وإنما أحواله متقلبة متغيرة فترة يكون سعيدا فترة يصيبه بعض الأشياء فيعتريه الحزن وهكذا هذا التغيير هو سنة الله في خلقه وفي كونه الله عز وجل يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فهذا التغيير سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه الأخبار التي تأتي على الناس والأحداث التي تمر عليهم منها أحداث سعيدة ومنها أحداث غير ذلك إذا ابتلي الإنسان وجاءته أخبار غير سعيدة أو أشياء تحزنه أو ابتلي بابتلاءات فإن الشرع الشريف يحثه على الصبر الله سبحانه وتعالى يقول وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابْرِينَ رتب الله سبحانه وتعالى على الصبر أثرا وأجرا عظيما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر يتجلى ويظهر في أن يمتنع الإنسان وأن يمنع نفسه عن فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى إذا ابتلي بشيء يسوءه أو إذا جاءه الخبر غير السار هنا يمنع الإنسان نفسه من أن يتمادى من أن يظهر أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ثم يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا ابتلي بشيء فصبر كان جزاؤه الجنة سيدنا ابن عباس يقول لسيدنا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة قال بلى قال تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع يصيبها الصرع وإني أتكشف يعني تنكشف عورتها حينما تأتيها نوبة الصرع فادعو الله لي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك قالت أصبر يا رسول الله غير أني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن الصبر في بدايته وفي أصله سبيل كبير إلى رضى الله سبحانه وتعالى الصبر يبعد الإنسان عن دائرة الغضب عن دائرة المعصية الصبر صاحبه يوفى الأجر بغير حساب يوم القيامة مع هذا الفضل الكبير إلا أن أعلى أجر في الصبر وأعلى قدر وأعلى ثواب هو عند الصدمة الأولى عندما يأتي الخبر المفاجئ لا بعد فترة فمثلا أمامنا شخصان شخص جاءه خبر ليس حسنا فصبر وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وشخص آخر حينما جاءه الخبر تلفظ بما تلفظ به وفعل ما فعل ثم بعد فترة بعد أن هدأت نفسه رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أيهما أفضل؟ الأفضل هو الذي صبر وتحمل وأرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في بداية سماعه للخبر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا ويقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى في يوم من الأيام يمر النبي صلى الله عليه وسلم على المقابر فيجد امرأة جالسة أمام قبر لابن لها توفي ابنها وهي جالسة وتبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري هي لا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي كل واحد أدرى بحاله كل واحد أدرى بما أصابه فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وشأنها ثم علمت بعد ذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت إليه وكان مما قاله لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أعلى أجر أعلى منزلة تواجه الإنسان ويستفيد منها الإنسان ويحصل عليها تلك المنزلة التي تواجه بالصبر حينما يأتي الخبر المفاجئ لأول مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نستقبل الأمور فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه أو ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال إننا بحاجة إلى أن نصبر إننا بحاجة إلى أن نرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر